موسيقى مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصفة الخامسة الابتدائي درسنا اليوم واليونة السابع الدرس الثامن عنوان الدرس كرامز دريم حلم كرام موجود في صفحة 104 من كتاب الطالب صفحة 102 من كتاب النشاط قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب اللي اسمه الاستطاع حسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الخامسة الابتدائي كذلك يتم نشر هذه الحلقات عبر فيجنا على الفيسبوك الاستطاع حسين مدرس اللغة الإنجليزية اللي تقدرون تلقو من خلال هذا المعرف صفحة 104 من كتاب الطالب مكتوب على صفحة كرامز دريم حلم كرام أسفلها مكتوب لسن لوك اندريد استمع انظر وقرأ مثل ما اتعودنا بنهاية كل يونت اكو قصة قصيرة يطلب من عندنا استمع للمقطع الصوتي وهو يقرأ القصة لوك انظر للصور واتبع ويا النصوص وبعدها ريد احاول اقرأ مثل ما قرأ بالمقطع الصوتي على موضع اطور مهارة القراءة عندي اذا رح نستمع للمقطع الصوتي انتبع وياه ننتبه وياه شون ينطق هذه الكلمات شون ينطق هذه النصوص وبعدها نحاول نقرأ ونوضح مفردات هذه القصة نستمع للمقطع الصوتي وننتبه له وبعدها نوضح مفردات القصة Track 106 Unit 7 Lesson 8 Listen, Look and Read Karam's Dream 1 It is Saturday and it's a rainy day. Karam is at home reading a book about France. Karam thinks I'd like to go to France. 2 Karam is asleep in bed. It is eleven o'clock at night. 3 Karam has a lovely dream. He and his family are going on holiday to France. They are going by plane. 4 We take a taxi. 5 It's the first day of the holiday. It is hot and sunny. Karam and his family are at the Eiffel Tower. Mum says Look, it's the Eiffel Tower. 6 Karam is going to take lots of photos. He hopes they are good. He wants to win the school challenge. Karam says Smile 7 Karam is in his classroom at school. He is showing his teacher a photo that he took on holiday. Karam says 8 Karam's photo wins the school challenge. Karam is very happy. Karam's teacher says Karam says Karam says Karam says مفردات القصة يقول اود الذهاب الى فرنسا طبعا هاي الجملة يقولها بين و بين نفسها ده يفكر number two كرم is asleep كرم نائم in bed في فراشة it is eleven o'clock انها الحادية عشر at night في الليل number three كرم has a lovely dream حظية كرم بحلم جميل he and his family are going on a holiday هو وعائلته بالحلم طبعا ذاهبين في العطلة to France الى فرنسا they are going by plane ذاهبين الى هناك بواسطة الطائرة number four we take a taxi اخذنا تاكسي عائلة كرم اخذت تاكسي number five it is the first day of the holiday انه اليوم الاول من عيام العطلة it is hot and sunny انه يوم حار ومشمس كرم and his family are at the Eiffel Tower كرم وعائلته على برج ايفل في اللوم شو تقول تقول look انظروا it's the Eiffel Tower انه برج ايفل number six كرم is going to take lots of photos كرم سوف يلتقط الكثير من الصور he hopes they are good يأمل بانها جيدة he wants to win the school challenge ويأمل في ان يفوز في التحدي المدرسي فهنا شو يقولهم يقولهم smile ابتسموا number seven كرم is in his classroom كرم في الصف الخاص بي بعد ما عاد من العطلة at school في المدرسة he is showing his teacher a photo يعرض لمعلمة صورة that he took on holiday التي التقطها في العطلة فش يقولهم يقولهم this is my best photo هذه افضل صوري اللي التقطتها في العطلة number eight كرم's photo wins the school challenge صورة كرم حظيت بالمركز الاول بالتحدي كاتبين first prize المركز الاول او الجائزة الاولى بالتحدي المدرسي كرم is very happy كرم كان سعيد جدا فش يقولهم المعلم مالته well done احسنت بعدها number nine in the morning في الصباح كرم wakes up استيقظ كرم من الحلم he is smiling وكان مبتسما about his dream عن حلمه بعد ما حلم حلم سعيد اكيد يقعد مبتسم it was a great holiday كانت عطلة رائعة فش يقول يقول what's a good dream يا له من حلم جيد هذا ما يخص القصة القصيرة الخاصة بكرم قصة للقراءة استمعنا المقطع الصوتي تبعنا وياه بعدها حاولنا نقرأ مثل ما قرأ بالمقطع الصوتي وكذلك وضحنا مفرداتها ننتقل إلى كتاب النشاط read and correct the mistakes اقرأ وصحح الأخطاء فش يقول you are going to help mark pupils homework أنت سوف تساعد في تصحيح الواجب البيتي الخاص بالتلاميذ the teacher has put these correction marks المعلم وضع ذني العلامات اللي هي ال-V وال-S-P-C رح نجل وضحها next to the mistakes بجانب كل خطأ مرتكبة التلاميذ can you help correct the homework هل يمكنك أن تساعد في تصحيح هذه الأخطاء اللي موجودة بالواجب البيتي correction symbols الرموز الخاصة بهذه الأخطاء هي كالتالي ال-V هو مختصر مع الفرب يعني التلميذ خاطئ خطأ بالفعل وال-S-P اللي هي wrong spelling التلميذ خطئان بالاملاء وال-C capital letter التلميذ خطئان بالحروف الكبيرة وال-W-O word order التلميذ خطئان بالترتيب الجملة أو ترتيب الكلمات وال-W-W wrong word كلمة خاطئة ما لها علاقة بالمعنى فرح نجي مثلاً نوضح مثلاً التلميذ الأول كرام زدريم اللي هو حلم كرام التلميذ كاتبة وخطئان بعض الأخطاء أنا أحاول أصحح هذه الأخطاء الأستاذي أشل إياهنا الأخطاء قل لي صححهم مثلاً number one it is Saturday and it's rainy day إنه يوم السبت وهو يوم منطر حاط لي دائرة على ال-S شن الخطأ؟ الخطأ C C يعني capital letter فيعن ال-S لازم أسوي capital letter فأكتب بهذا الخطأ تصحح ال-S يجب أن يكون كبير بعد أكمل he wants to go to France يريد أن يذهب إلى فرنسا شن الخطأ؟ جار دائرة على كلمة wants شكاتب لي كاتب لي SP SP wrong spelling خطأ إملائي إذن لازم بها خطأ إملائي يكون حرف خطأ نحن نعرف أن ال-wants تكتب بهذه الطريقة wants بعد الخطأ الثالث he and his family are going on holiday at France هو وعائلته ذاهبين في عطلة لفرنسا أو في فرنسا شن الخطأ؟ جار لي على حرف الجراءات وقل لي www www wrong word إذن لازم أغيرها كلمة خاطئة لازم أغيرها فالأصح أني أوضع to France نذهب إلى أو ذاهبين إلى فرنسا they are by plane going بواسطة طائرة ذاهبين كاتب ل-w-o w-o معناها word order ترتيب الكلمات لازم خطأ فأقول they are going by plane هم ذاهبون بواسطة طائرة القوين قبل by plane بعد الخطأ الآخر كلمة take خلنا نجح نشوف الجملة he is showing his teacher the photo that he take on holiday يعرض على معلمة الصورة التي التقطهم بالعطلة نحن نعرف أن العطلة صارت بالماضي فما يصير أقول take لازم أقول took فكاتب لي V verb معناها الفعل خاطئ فلازم أخلينا took بالماضي لأن الحدث العطلة صار بالماضي فلازم أخلي فعل ماضي اللي هو took هذا ما يخص هذا النشاط مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحرير والامتحان الشفوي مجرد ينتبه التلميذ على الأخطاء ارتكبها هذا التلميذ بهذا النشاط ننتقل إلى النشاط ب what are the new words you know ما هي الكلمات الجديدة التي تعلمتها write six new words here اكتب ست كلمات هنا and remember them وحاول أن تذكرها كذلك هذا النشاط الذي صادفنا بنهاية كل وحدة أو نهاية كل يونت يطلب من عندي أن يكتب الكلمات اللي تعلمتها من خلال هذا اليونت هنا التلميذ مخير أنه يكتب الكلمات اللي يريدها فمثلا خلال هذا اليونت تتعلمنا الكثير من الكلمات كانت تكون مثلا الفصول الأربعة spring, autumn, winter, summer إلى آخره كذلك تعلمنا الكلمات المتعلقة بالطقص اللي هي cold, barred, hot, 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 rainy, cloudy, cloudy الكثير من الكلمات تعلمناها خلال هذا اليونت يريد من عندي أكتب ست كلمات من اللي تعلمتها من خلال هذا اليونت ما كانت أعرفها وتعلمتها من خلال هذا اليونت فمجرد أن التلميذ يكتب ست كلمات أي ست كلمات تعلمها من خلال هذا اليونت هذا كذلك نشاط صفي والتلميذ مخير أن يكتب الكلمات اللي يريدها ننتقل إلى تمرين see read and circle the correct verbs اقرأ وحوط الفعل الصحيح هناك تمرين مهم جدا هذا يجينا مثل ما هو بالامتحان بالسؤال القواعد بعد كمي رح نشوف شون نختار الفعل المناسب للجملة tomorrow يوم غد ننتبه يوم غد يعني مستقبل يعني ما رح أخلي فعل ماضي ولا مضارع وأنه ما رح أخلي الفعل ليحمل سوفه اللي هي going to فش أقول I am going to play أنا سوف ألعب ليش لأن tomorrow يوم غد يوم غد معناها بالمستقبل played لعب بالماضي أنا ما ريد ماضي أريد مستقبل with my friends مع أصدقائي tomorrow يوم غد I am going to play لو played أكيد I am going to play أنا سوف ألعب with my friends مع أصدقائي كذلك مع البقية swim لو swam خلنا نجي نشوف on holiday في العطلة I swim أنا أسبح لو swam سبحت مضارع اللي ماضي خلنا نجي نشوف بقية الجملة شو رح تقول لي in the sea في البحر and made وصانعت نلاحظ أن الماد الماضي ما الميك إذن الجملة بالماضي فأخلي swam سبحة بالماضي وليس يسوم يسبح لأن الفعل الثاني كذلك بالماضي ذلت لعنة من الجملة بالماضي number three when we went to Jordan عندما ذهبنا إلى الأردن on holiday في العطلة we see لو saw نرى لو رأينا مضارع لو ماضي بما أنه خال لي went فعل ماضي الماضي ما لقو went go يذهب went ذهب فأخلي saw كذلك ماضي ذهب I buy لو bought you a present أنا أشتري لو اشتريت لك هدية do you like it هل أحببتها بما أنه حدث بالماضي اشترى الهدية ودي راول هي فأخلي الفعل ماضي أقول bought I bought you this present اشتريت لك أو لك هذه الهدية نمبر 5 where are you going to go لو did you go are you going to go لو did you go on holiday last year last year معناها السنة الماضية يعني بالماضي فأخلي أخلي did you go did الماضي ما دو فأخلي did you go نمبر 6 my little sister learns لو learnt أخت الصغيرة تتعلم لو تعلمت how to swim at the sports club كيف تسبح في النادي الرياضي هنا أنا أنا اختاريت learnt تعلمت كيف تسبح لأنه يصادفت للجمل بهذا المعنى لكن من الممكن نخلي learns تتعلم في الوقت الحالي هده تعلم أو تعلمت في الماضي فما منطيني فالدليل إنه هاي الجملة بالماضي فقط إنه إحنا صادفتنا الكثير من الجمل اللي يقولون بها تعلم أخي السباحة تعلمت أختي السباحة إلى آخره فهنا أنا أفضل نخلي learn لكن learn هي أفضل كلمة صحيحة إلا إذا مثلا نخلالي بالجملة last year أو last month هنا لازم نخلي learn بس هنا أنا ما أخلي أي دليل على أن الجملة بالماضي فمن الممكن الإجابة تكون صحيحات 7 my mother flew to النجف الأشرف أمي طارت إلى النجف الأشرف on لو by plane هنا نرجع للموضوع اللي شرحناه بالدرس السابق البلين شاستخدموا باي لو on نعرف أن البلين نستخدموا باي ال on فقط نستخدمها مع كلمة foot number 8 my dad works لو work in بصرة and he goes to work by car أبي يعمل لو عمل في البصرة وهو يذهب إلى العمل بواسطة السيارة نلاحظ هنا أنا الفعل يحمل أسو الشخص الثالث فهنا أنا my dad كذلك أعوض عنه بالضمير he والhe تاخذ أسو الشخص الثالث فأقول my dad works in بصرة أبي يعمل في البصرة وهو يذهب إلى هناك بواسطة السيارة هذا التمرين مهم جدا بالامتحان التحريري أحاول أحفظ ذن الجمل أفهم ليش اختارت ماضي ليش اختارت مضارع ليش اختارت مستقبل ليش اختارت أسو الشخص الثالث كمراجعة للأزمنة الثلاثة اللي أخذناها اللي هو المضارع البسيط الماضي البسيط والمستقبل اللي شرحناها بالدروس السابقة هذا كان درسنا لهذا اليوم أخذنا بقصة قصيرة استمعنا المقطع الصوتي تبعنا وياه قررنا القصة مثل ما قراها بالمقطع الصوتي وضحنا مفرداتها وكذلك أخذنا كيفية تصحيح الواجب البيتي شلون نصححها عن طريق الرموز اللي منطنياهن المعلم إذا كان هذا خطأ املائي أو خطأ في المعنى أو خطأ قواعدي أو خطأ في ترتيب الكلمات وصححناها مثل ما طلب من عندي بالإضافة لذلك أخذنا هذا التمرين تمارين مهم جدا بالامتحان التحريري بسؤال القواعد من الممكن نجينا مثل ما هو يخيرني بين اختيارين أنا أختار الفعل المناسب حسب زمن الجملة أختاري اختيار المناسب حسب الجملة مثل ما شرحنا خلال الدقائق السابقة ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو أي سؤال أو استفسار أو وضافة حبهم تقدموها تقدرون تتواصلوا معي على حسابات الموجودة أمانكم على الشاشة